سحاب 73 اسم لم يختره مهندسون سوريون مصادفة أول طائرة بتصنيع سوري باسم حرب تشرين لعام 73 أمام زوار معرض دمشق الدولي قد لا تكون المحاولة الأولى لكنها الأكثر اكتمالا فريق من عشرة مهندسين ومهندسات تحدوا ظروف الحرب ليقدم للسوريين جرعة أمل بما تختزينه بلادهم من خبرات طائرة سحاب 73 طائرة سوري خفيفة بمقعدين مقعد للطيار ومقعد لمتدرب الطائرة ثم إعداد لتصميمها وتصنيعها وإنتاجها بأيدي مهنسين وفنيين سوريين عددهم لا يتجاوز عشر أشخاص ثم تصميم الطائرة وتصنيعها وإنتاجها وفق النرمات العالمية المستخدمة في صناعة هذا المجال خبرات سورية أخرى قدمت خدمات كبيرة في بناء الاقتصاد الوطني مهندسون وفنيون سوريون تصد لمهمة ترميم ما دمرت الحرب في قطاع النفط والغاز خبرات تولت صيانة حقول نفط وغاز ضخمة تضررت جراء الحرب شركة حيان إحدى أكبر شركات الغاز في سوريا تعرضت للتدمير جراء تفجير داعش لمنشآتها عاد الحقل إلى العمل بعد ثلاثة أشهر من تحريره بخبرات سورية كانت نسبة الدمار 80% ما ممكن واحد يتخيل أنه هذا المعمل أنه ممكن يعاد تأهيله درنا الحمد لله نعيد تأهيله خلال ثلاثة شهر صار إعادة الإنتاج بشكل تدريجي في حيث أنه خلال ثلاثة شهر كان الإنتاج للغاز والنفط عم بيتم من حقول حيان بشكل كامل جهود ضخمة أعادت الكهرباء ومشتقات الطاقة إلى السوريين في أتون الحرب لما تفجر أول مرة خط الغاز العربي بجنب المطار جنب حران العواميد فهي كانت دائما يقولوا أنه سوريا دخلت بالظلام المناطق الجنوبية بسوريا اللي هي دمشق وسويدا ودرعة دخلت بالظلام دامس يعني نحن قدرنا الحمد لله خلال 24 ساعة أنه نرجع الغاز رغم الصواريخ رغم الضرب رغم كان كتفنا بكتف الجيش العربي السوري اللي حمانا أثناء فترة التصليح إبداعات عديدة وجدت في المعرض فرصة لتخاطب السوريين جميعا بأن خبرات وطنية كثيرة تستطيع الخوض في ميدان الإعمار بكل تفاصيله محمد الخضر من معرض دمشق الدولي الميادين